اشتركوا في القناة استعدادا لهذه المواجهة الهمة في حضور رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب الذي كان حريصا على الاتمئنان على البعثة في الساعات الاخيرة قبل السفر غدا نهاردة عندنا كواليس كتيرة اخبار مهمة جدا قيمة الفريق اللي بنسبة كبيرة يختارها مرسل كولر للسفر الى كماسي فيها اخبار سعيدة فيها اضافات مهمة جدا لفريق النادي الاهلي في هذه المواجهة الحاسمة ترتيب المجموعة اكيد بما لا يدع مجل الشك لسه كل الامور ممكنة لذلك الاهلي في هذه المباراة يكون او لا يكون فبإذن الله ان شاء الله ربنا يوفي الاهلي في العودة بنتيجة ايجابية من غانا كمان عندنا تفاصيل مهمة جدا متعلقة بحكم مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك اللي هتتلعب في السعودية يوم 8 مارس ابرز الاسماء المرشحة الاسم اللي يمكن في استقرار كبير عليه في الساعات الاخيرة مين اللي تم اختاره ان يستعد للسفر الى السعودية كل الملفات دي بالتأكيد هنتكلم عليها بالاضافة الى هنعمل اطلالة كده سريع على مدى استعداد فريق ميديامة لمواجهة الاهلي ملعب بابا يارو في مدينة كماسي كيف يستعد لاستقبال بطل افريقيا الحضور الجماهيري في هذه المباراة حالة فاكة ولس كتيرة بالتأكيد ان شاء الله كالعادة من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الاهلي لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة اعيد عرف توقعات حضراتكم على تشكيل الاهلي في مباراة ميديامة الغاني في دورة ابطال افريقيا الجمعة المقبلة مين ممكن يبدأ في هذه المباراة هان نفس التشكيل لعب مباراة شباب بولوزداد في ظل طبعا بالتأكيد فيه غيابها يكون واضح جدا ليه المروانة عطية بسبب الانذار التالت كل واحد يدخل يشارك في الاجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الاخير هستعرض اقبل قدر من اراءكم وتوقعاتكم على تشكيل الاهلي في مواجهة ميديامة لكن نروح لأهم العنوان البداية في تريند الاهلي بيبو يطير الى غانا ومهند مجدي رئيسا لبعثة الفريق وكمان الفريق يغادر الى غانا غدا لمواجهة ميديامة الجمعة وفي التريند المحلي حسام حسن يطمئن الجماهير بعد اصابته وبوعقة صحية الف سلام على العميد نروح لاستعرض مباراة اليوم والنهاردة في جولة جديدة خاصة مع استيناف مباراة دور السبتاشر لدور أبطال أوروبا ولكن قبل دور الأبطال نروح لإستيناف الجولة التلاتاشر من الدور المصري والنهاردة آخر ثلاث مباريات في هذه الأثناء انتهى الشوت الأول بتعادل سلبي بين سيراميكا كيليوباترا مع الجونة عفوا الساعة سبعة في مبارتين الداخلية هيصديف فاركو والمصري هيصديف بلدية المحل نروح لدور أبطال أوروبا واستكمال مباريات الدور الستة عشر النهاردة في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة انتر ميلا على ملعبه بواسط جماهيره هيصديف أتليتكو مادريد وايضا في نفس التوقيت اندهوفن الهولندي هيصديف بروسيا دورتموند الألماني الدور الإنجليزي وختام مباريات الجولة الخمسة وعشرين ساعة تسعة ونص منشستر سيتي هيصديف برينتفورد دي كانت أبرز المباريات وجدوا المباريات اليوم ختام الاسبوع التلاتاشر وإقامة مباريات دور الستة عشر لدور أبطال أوروبا قبل مطلع الفاصل عايز أقول لنجم كبير مايستر خط الوسط أحدث الوجوه المنضمة للنادي الآلي هذا الموسم صفقة أطلق عليها الكثيرين إنها صفقة مدوية ستعطي إضافة كبيرة جدا لخط وسط النادي الآلي خلال هذا الموسم والفترة القادمة إمام عشور نجم النادي الآلي كل سنة وانت طيب إمام عشور أهلا بحضركم من جديد والحديث عن الساعات الأخيرة في استعدادات الأهلي قبل السفر إلى كماسي لمواجهة مدياما الغاني في الجولة الخامسة جولة فاصلة في مباريات المجموعة الرابعة لدور أبطال إفريقيا يعني عايز أقول مخطئ من يعتقد أن المجموعة حسابتها واضحة والصدارة مضمونة وتأهل الأهلي مؤكد بنسبة كبيرة هو مؤكد ونتمنى أكيد لكن الأمنيات حاجة والواقع حاجة تاني مباراة الأهلي ومدياما الغاني مباراة صعبة جدا أنا أطلق عليها عنق زجاجة في توقيت ومشوار الأهلي في دور أبطال إفريقيا هذا المسلم ليه؟ أنت رايح تلعب مدياما الغاني وهو فرصه يعني دي اللقطة الأخيرة يكسب عنده فرص في التأهل خسر خرج من المجموعة أو خرج من البطولة مدياما الغاني أربع نقاط يانج أفريكانز وشباب بالوزداد الاتنين زي بعض خمس نقاط وهيلعب وبعض في تنزانيا في اليوم التالي لمباراة مدياما والأهلي والأهلي ست نقاط الأهلي بالتأكيد عنده أكتر من فرصة أو أكتر من أوبشن ممكن يلعب عليه التعادل يضمن له الصدارة يكسب يانج أفريكانز في القاهرة يتأهل في الصدارة لكن المكسب هيخلص الموضوع بدري بدري عشان كده أنا بتكلم عليها مباراة صعبة جدا لأن اللي قدر الله لو في نتيجة سلبية حسابات المجموعة كلها تتشألب حسابات المجموعة كلها تتشألب والمباراة الأخيرة على أرضك مع يانج أفريكانز ما تضمنش شكلها يبقى إيه في الظل أنه ممكن يانج أفريكانز يكسب شباب بلوزداد في تنزانيا فوقتها هتلاقي المجموعة كلها نتيجة تشألبية هتلاقي يانج ده 8 نقط ميدياما بقى 7 نقط الأهلي 6 بلوزداد 5 فأنت هتلاقي المجموعة كلها حساباتها متلق بط آه المباراة الأخيرة على أرضك تكسبها هتضمن بنسبة كبيرة التأهل ولكن مهم جدا ترتيب المجموعة في الظل أنك لو بصيت على المجموعة التانية فيه فرق بنسبة كبيرة هتكون في المركز التاني أنت لو بتتكلم على الترجع أو النجم بتتكلم على الوداد ممكن سانداونز يبقى تاني لو مازين بيكسب بيراميدز وعرف يتخطى نتيجة المباراة الأخيرة بينه وبين سانداون فكل الحسابات وردة فمهم جدا لو أنت بتكسب أو بتتأهل تبص برضو تعمل نظرة على المجموعة المنافسة لك لأن خلاص هلن هتتكلم دوري الثمانية دوري الثمانية مطشي الزهاب 30-3 مش بعيد هتخلص مطشين دوري الأبطال 23 فبراير واحد مارس في نهاية مارس 30-3 لو طلعت تأول هتلعب المباراة الأولى خارج مصر لو طلعت تاني هتلعب المباراة الأولى في القاهرة يوم 30-3 وده على طول جاي بعد الأجندة الدولية المنتخبنا الوطني على طول بـ 48 ساعة أو 72 ساعة في البداية النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تكليف دكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق النادي الأهلي المتجهة إلى غانا غدا الأربعاء استعدادة لمواجهة فريق ميدياما الغاني الرحلة السابقة كان الأستاذ محمد الجرح عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وفي الرحلة القادمة في قماسي هيكون دكتور مهند مجدي رئيس بعثة فريق النادي الأهلي بالمناسبة كمان حصل تنصيق ما بين دكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة بإذن الله مع الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي اللي سافروا النهاردة عشان يرتبوا كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بترتيبات السفر والإقامة والتناقلات للأهلي اللي هتكون في مدينة كماسي يمكن الرحلة الخاصة ميزيتها في هذه الرحلة تحديدا انت مش هتنزل على العاصمة مش رايح أكرة انت طالع على كماسي جنوب غانا فانت رايح رحلة مباشرة على جنوب غانا عندك مباراة مع ميدياما اه ميدياما مش معقل ومدينة كماسي ولكن عنده جماهيرية عنده حضور جماهيري اتعود على ملعب بطيارو لايب عليه مباراتين في دوري الأبطال فنتمنى إن شاء الله الاهل يكون موفق في هذه المباراة وفي هذه الرحلة كنت نخلق بمزا بولطة لحضراتكم سبع البعثة وهيبقى فيه ترتيبات للبعثة إن شاء الله لما توصل مساء غد وهيبقى فيه تدريب يوم الخميس تدريب وحيد على ملعب المباراة والمباراة يوم الجمعة الساعة ستة بتوقيت القاهرة طيب ده جانب الجانب التاني متعلق بيه تدريبات النادي الأهلي النهاردة نقدر نقول التدريب الرئيسي لمارس الكولر اللي يقدر يحط عليه الخطة والشكل اللي ممكن نلعب عليه مباراة ميدياما الغاني انتوني مودست اتمرن وبإذن الله مع الأهل في غانا أحمد نبيل كوكا موجود في التدريبات ومع الأهل في غانا وكمان وسام بو علي المهاجم الفلسطيني النهاردة شارك في التدريبات الجامعية وموجود مع النادي الأهلي مفيش أي مشكلة بإذن الله وهنستعرض كمان وانتم معايا على الهواء جانب من التدريبات عشان يبقى الرد لنا أو الرد دايما على أي خبر بيبقى قدامكم صوت وصورة الهو وسام قدامنا هو واسبوا عليه هو في التدريب الحمد لله بيتمرن بشكل كويس جدا مفيش أي مشاكل مفيش أي حاجة يعني ان شاء الله هيكون موجود بجواره هو شايفين رد سليم في موجود كمان هم مصطفى مخلوف في ياسر إبراهيم في رمي ربيعة يعني الحمد لله لعبة كلها في أتم الجاهزية الناس بتيل أنا عارف من أي خبر عليها علاقة بالإصابات لكن أنا بطمنكم كل اللعبة موجودة بيرسيتاو كمان بيشارك في التدريبات الجامعية وده كان مفاجأة بين نزمننا أن بيرسيتاو بعد الرحل اللي خدها عاقب العودة من كوديفوار بقى جاهز للمشاركة في التدريبات كان إجهات خفيف ما وصلش لدرجة الإصابة أنتوني مودستهو كان موجود قدامكم محمد مجد أفشا أحمد نبيل كوكا هو بيرسيتاو فيه كريم فؤاد فيه علي معلول مراوان أعطيها للأسف مش هيكون موجود في المطشي اللي جاي ولكن قدامنا هو كمان طاهر محمد طاهر محمود قهربة بينتظم في التدريبات هو موجود كريم الدبيس وحسين الشحات وحسين كالعادة يعني لازم كده يعمل لقطة في التمرين هو أو قهربة أحمد عبدالقادر كمان موجود عموما يعني قيمة الأهل بقرة غالبا بنسبة كبيرة ممكن يبقى فيها 23 لعب طبعا بننتظر لللحظة الأخيرة لما يكون فيه إعلان رسمي ولكن أنا بطمن حضراتكم إن قيمة الأهل بنسبة كبيرة هتكون 23 لعب وده معناه إن قيمة الأهل هيكون فيها يعني تواجد لاعبين ما كانوش موجودين في مباراة بلوزداد الأهل ما سافر للجزار كان معاه 21 لعب 21 لعب لكن المرة دي فيه إضافات موجودة هيخرج مروان عطية وبالتالي هيدخل 3 لعيبة من الثلاث لعيبة وسامبو علي برستاو أحمد نبيل كوكا وإمام عشور كمان قدامنا هو موجود في التدريبات زي ما نشايفين كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهل كان حريص جدا إن يكون متواجد مع الفريق في الساعات الأخيرة قبل السفر بكر يتطمن على اللعيبة يتفرج على التدريب اجتمع مع مارس الكولر وزي احنا شايفين هو موجود دلوقتي في جلسة مع دكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهل عشان يطمئن على حالة الإصابات واللاعبين الغائبين في الفترة الأخيرة أبرزهم مثلا محمد الشناوي وإليو ديانج إليو ديانج إصابته يعني هتطول شوية هيجري عملية جراحية لسه المفروض في النمسة بينهي إجراءات التأشيرة والسفر في الساعات اللي جاية ولكن يعني ديانجي إذا رجع بدري ممكن نتكلم على شهرين على الأقل لو غياب شهرين بس يرجع يبقى دي كده مدة كويسة لأن طبعا العملية جراحية ممكن تستلزم غياب أكتر من شهرين نتمنى يا رب الأهلي يكمل مشارع الإفريقي وأليو ديانج يلحى مع الأهلي المباريات النهائية والأدوار النهائية في دور أبطال إفريقيا تدريب حراس المرمى مصطفى شبير حمز علاء مصطفى مخلوف وفيه كمان محمود اللازونفلي حارس المرمى اللي انضم حديثا في انتقالات يناير للأسف طبعا كانت فيه محاولات أن يكون محمود مع الأهلي في البطولة الإفريقية ولكن الاتحاد الإفريقي كان متمسك جدا بتطبيق اللوايح وبعض الاستثناءات اللي كانت بعض الأندية طلبت على فكرة مش النادي الأهلي بس فيه أندية كتيرة تكلمت في موضوع القيد الإفريقي في شهر يناير وأن كان توقيته جاي أثناء كاس الأمم وفيه أندية تضررت كتير جدا ولكن الاتحاد الإفريقي كان ليه قرار واضح جدا في هذا الملف وبالتالي محمود زي عمر كمال عبدالواحد مش موجودين في مباريات الأهلي الإفريقية حتى نهاية الموسم الإفريقي الشيء الرائع اللي بتكلم عليه في موضوع بيرستاو إن بيرستاو رجع من قدفوار الكلام كان على إن بيرستاو هيجيب حوالي أسبوع عشر تيام وإنها هياخد راحة عشان الشد اللي موجود في العضلة الخلفية وأنا من وقتها قلت يا جماعة بيرستاو على فكرة ما وصلش لدرجة الشد الحمد للهوائي جهاد لأن أنا هنا استعرضت في برنامج التريند إن بيرستاو أكتر لعب لعب ويخد نسبة مشاركة بعدد دقائق أكتر في كاس الأمم بيرستاو لعب خمسمية أربعة وستين دقيقة وده معدل معدل مباراة كبير جدا على المباراة الأخيرة تحديد المركز التالث مقدرش يلعب وأنا عجبني بيرستاو إنه كان واضح مع الجهاز الفني إنه كان حريص إنه خلاص هي مباراة تحديد المراكز فيحافظ على نفسه لأنه عنده مشوار إفريقي مهمة مع النادي الأهل وده معلومة ممكن ما تكونش واضحة الناس كتيرة يعني بيرستاو أنا بيعجبني فيه إنه بينصق جدا كل التفاصيل بينه وبين الجهاز الفني مع هوجو بروس فيه منتخب جنوب إفريقي شكله فيه إجهاد فقال لك لا أريح عشان يستعد ليه الفترة اللي جاية وبالفعل لما رايح مباراة المركز التالث والرابع وما لعبش مباراة القنغو الديمقراطية كانت ليها يعني فرق كبير جدا إنه النهارده يكون موجود في التدريبات الجامعية ويكون جاهز لمباراة ميدياما الغاني لقد الله كان لعب مباراة قنغو كان سهل جدا يتعرض لإصابة ويبتعد فترة طويلة جدا فلذلك إن شاء الله بإذن الله تكتمل الصفوف الفترة اللي جاية الشنوش موجود خلال عبدالفتاح مش موجود دي أبرز اللعيبة اللي ما كانتش مع الآله في الفترة الأخيرة وممكن تطول شوية في الفترة اللي جاية ريدا سليم خد جزء من مباراة بلوزداد يتواجد إن شاء الله هو بيرسي تاو في مباراة ميدياما يبقى عندك كذا اسم في كذا مركز لو عتبدأ ببيرسي تاو وريدا سليم عندك على الدكة في حسين الشحات وطاهر والعكس صحيح عندك وسامبو علي عندك موديست عندك قهربة ممكن تلعب براس حربة أساسي تحت أو يلعب تحته بيرسي تاو وريدا سليم ممكن لو عايز تغير طريقة اللعب تلعب بتنين راس حربة تنزل قهربة راس حربة تاني أو تنزل وسامبو علي ممكن تبدأ بوسامو يبقى مفاجأة للفري المنافس الحمد لله يمكن كل ما الخيارات الفنية بتبقى متاحة أكتر للجهاز الفني كل ما بتبقى النتيجة أفضل في الملعب ونتمنى كولر يكون موفق فيه أداء هذا اليوم بالنسبة للنادي الآلي بكرة إن شاء الله سفر الدور الرحلة هتستمر أو هتستغرق حوالي من خمس إلى ست ساعات عشان توصل إلى مدينة كوماسي يبقى فيه راحة على طول مقرد الوصول تناول وجبة العشاء يبقى فيه محاضرة تدخل بقى اللعبة كلها تنام النهاردة كابتن خليد بيبو في غانا عشان كده بحيث الفري لما يوصل غانا على طول ما يستناش بقى في المطار ولا يستنى فيه الفندق تحت في اللوبي لا يبقى جاهز على طول يطلع كل واحد عرف الغرفة بتاعته مين معاه كل واحد التسكين بتاع القوتيل ده مهم جدا عشان اختصار الوقت وكل واحد ياخد راحته بدري بدري عشان تستعد لليوم التالي اللي بيبقى فيه اجتماع فني وبيبقى فيه تدريب رئيسي على ملعب المباراة بيبقى فيه مؤتمر صحفي فيه تفاصيل كتيرة قبل المباراة اللي هتتلاقي بيوم الجمعة الساعة 6 واللي هيدير المباراة طاقم تحكيم جابوني زي ماعلنا بالامس طاقم تحكيم هذا اللقاء بإذن الله حاجة بس لانا متخوف منها الجولة الاخيرة للاهلي في دورة ابطال افريقيا من الصعب ان يتم اسناد المباراة لحكام الصفوة وحكام النهبة لان الحكام هيكون عندهم معسكر في دبي استعدادا لكأس العالم في الولايات المتحدة الامريكية عشرين ستة وعشرين قبل معادل بطولة بسنتين الفيفا والكاف عاملين معسكر في الامارات وواخدين أفضل 13 حكم في القرى الافريقية فمن الصعوبة انك تجد حد من ال13 دول ان هما النخبة اللهم الصفوة اللهم البروفيشنال يكونوا موجودين في الجولة الاخيرة فانا هفضل حطي ايدي على قلبي كده لغاية لما نوصل للجولة الاخيرة وان شاء الله نشوف مين حكم مباراة الاهلي وينجا افريكانز وبالتأكيد كالعادة كده هيكون الاعلان الرسمي والصبق كالعادة من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الاهلي دي كانت ابرز الاخبار والمعلومات المتعلقة باستعدادات النادي الاهلي لمباراة ميدياما الغين الايام اللي جاية او الساعات اللي جاية هننتظر حاجة مهمة جدا اللي هي علاقة بجدول الدوري العام الاهلي لعب في الدوري الغادي الاد ست مطشاط بس مش معنى للاهلي لعب في الدوري ست مطشاط فانه كان اجازة او كان مريح او ما كانش بيلعب الاهلي اكتر فريق في مصر لعب مباريات منذ بداية الموسم ورع وقلم كده لو جبنا الورق وكتبنا المباريات اكتر فريق في مصر لعب مطشاط من اول الموسم ما بدأ لغاية دلوقتي هو النادي الاهلي ولكن ليه لعب في الدوري ست مطشاط لانه كان عنده السوبر افريقي في السعودية لانه كان عنده اربع مباريات في دوري السوبر ليج وكان ممكن يوصل الست لو كان وصل فينا ولكن قدر الله وما شاء فعلا كان عنده ثلاث مباريات في كأس العالم للاندية فالاهلي ما كانش بتفسح الاهلي لاعب ست مباريات في الدوري كان عنده ارتباطات تانية زي دلوقتي الاهلي ما لعبش دوري الغاية دلوقتي كان عنده مباراة في الجزائر وعنده مباراة في غانا لما يرجع هنشوف الموقف في الاسبوع اللي جاي ايه اللي هيحصل الاتحاد او الربطة المفوضة تعلن الجدول في الساعات اللي جاية هل هيتم تسكين لقاء البلدية زي ما قلت لحضراتكم من حوالي عشر تيام او اسبوع في مبين مبارتي ميدياما وينجي افريكانز ده هنتعرف عليه بطش بيرامدز مع القالي كلام اللي ورد لنا بنسبة كبيرة مش موجود لان خلاص بيرامدز عنده مبارتين في توقيت قليل جدا تبقى للايحة لها هيلعب دوري لان عنده مباراة في الكونغو الدموقراطية مع مازين بيوم السبت وهيرجع عنده مباراة يوم السبت اللي بعده مع نوازيبو في ستاة تلاتين يونيو ففي الساعات اللي جاية هيتم إصدار وإعلان جدول الدوري حتى الاسبوع التلاتين يا ترى بقى الاسبوع التلاتين ده هيكون في تمانية في تسعة ربنا يسطر أنا في حلقة كده من الحلقات اللي جاية ان شاء الله هستعرض معاكم كده بالورقة والألم الجدول ده لما ينزل الشكل العام السنة دي ايه وإيه المفروض يحصل السنة الجاية والسنة دي قبل ما يبدأ الدوري كنا بنكلم يا جماعة الأهلي بعد كس الأمم لو لعب من أربع لست مباراة في الدوري يبقى كويس وده اللي حصل وده اللي حصل نفسي يكون فيه قرار يعني نفسي يكون فيه قرار عشان السنة الجاية هتبقى أصعب من السنة دي انت السنة الجاية لازم تخلص في تلاتين خمسة لازم تخلص في تلاتين خمسة وإحنا قلنا قبل كده يا جماعة الموعد دي مهمة جدا ياريت يبقى فيها التخطيط من بدري هتخلص 30-5 عشان فيه كاس عالم أندية من 15-6 لـ 13-7 القيد لازم يفتح في أول 6 فمش هتفتح قيد والدوري شغال فلازم تخلص الدوري قبل 1-6 عشان الآلي يسجل لأنه رايح كاس عالم في الولايات المتحدة الأمريكية هيرجع من كاس العالم المنتخب عام المعسكر عنده كاس أمم في المغرب وانا قلت الموعيد قبل كده والحمد لله يمكن الصبخ كان هنا من قناة الآلي من مصر قبل ما الوكالة الأممال الفرنسية تتكلم أو قبل الصحف المغربية تكتب كاس الأمم بعد كاس العالم للأندية في الأسبوع الأخير من شهر 7 لغاية الأسبوع الأخير من شهر 8 فانت هتوقف الدوري لو كملته شهر 5 و 6 و 7 و 8 فلما هتكمل هتلاقي نفسك بتخلص على ديسمبر 20-25 فأتمنى الأمور دي يعني بدري بدري يتخذ فيها قرار تقلي للأندية لـ 16 تكلوم 14 تلعب دوري من دور واحد والله أنا بتكلم ده للمصلحة العامة للمصلحة العامة طيب ده جانب جانب تاني متعلق بحكم نهائي كأس مصر بين الأهل والزمالك في السعودية اللي هيتلعب يوم 8 مارس بص يا جماعة عشان نسرت كده مع بعضنا من الحكام اللي كانت مرشحة والقايمة تم اختصارها لإيه والقايمة تم اختصارها لإيه أنا مش بتكلم بوجات نظر ولا ببيانات رقمية أنا بتكلم بمعلومة وفي الملف ده لما بنتكلم بمعلومة الحمد لله الأيام بتثبت أن كلامنا بيبقى صحة فيتور بريرا من بعد الحكام رجعوا من كاس الأمم كان بيفكر في واحد من الثلاثة هو اللي يدير مباراة القمة لأن الرجل المتمسك أن مباراة القمة يديرها طاقم تحكيم مصري ففكر في واحد من الثلاثة ففكر في ثلاثة ده أولا ففكر في مين أمين عمر محمد عادل محمد معروف قالك دول الثلاث حكام اللي أداروا مباريات في كاس الأمم الإفريقية عادل خد ثلاث مباريات أمين خد ثلاث مباريات معروف خد مباراة واحدة وحسبها إزاي عادل هو آخر حكم لنهاء كاس السوبر اللي اتلعى في شهر ديسمبر في الإمارات وكان طرف المباراة القهلي طرفي المباراة القهلي وفيوتش ده واحد اتنين فكر في أمين عمر لا أمين عمر هو آخر واحد قدار نهائي كاس مصر ما بين الأهلي وبيراميتز اللي الأهلي فيكسب فيها بيراميتز اتنين واحد وخد بطولة الكاس من بعيد فكر في محمود البنة والبنة آخر واحد قدار مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الموسم الماضي في الدوري وبالتالي البنة برى الحسابات فبالتالي مين الاسم اللي ممكن يتبقى للاختيار في الفترة اللي جاية محمد معروف الكابتن محمد معروف الحكم الدولي اللي قدر مباراة واحدة في كاس الأمة بين بوريتانيا وأنجولا طب هل تم الاستقرار بشكل رسمي ونهاي لا لسه ولكن أنا بحطكم في الصورة وبقول لكم الناس بتفكر ازاي ولو هتختار هتختار ازاي عادل أدار نهاية كاس السوبر أمين أدار نهاية كاس مصر والنسخة اللي جاية من نهاية كاس مصر محمد معروف لم يدير أهل وزمالك قبل كده يعني وما أدارش نهاية كاس قبل كده وبالتالي هو الاسم الأبرز اللي ممكن اللجنة تختاره وحسب معلوماتي حسب معلوماتي وصل لمحمد معروف مكالمة تليفونية استعد انت هتسافر إلى السعودية عندك شغل في مباراة الأهل والزمالك حكم حكم فار الله أعلم أنا مش بمسك العساية من النص ولكن أنا بقول لكم اللي بيحصل دلوقتي لأن في لحظة انتوا عارفين ممكن أي حاجة تتغير الخواجة البرتغالي بيريرا كل شوية بيبصوا بيقروا بيبصوا في أرقام بيبصوا في إحصائيات بيحسبها هو وجهة نظره الفنية التلاتة اللي أداروا في كاس الأمم واحد منهم لازم يحكم ماتش أهل وزمالك وأنا أتفق معاه في الرؤية دي في فكرة أن التلاتة دول لو أنت هتجيب حكم مصري ما ينفعش تجيب حد من بره حكام كاس الأمم زي الحكام المساعدين مثلا أنت عندك محمودة برجال وإحمد حسام طهد والأبرز الثاني هيكونوا موجودين في السوبة لأن كانوا اتنين موجودين في الطلطة الأمم ولكن بقى على الفار هل هيبقى مين موجود هل ممكن يتم الاستعانة بطريق مجدي هل ممكن يتم الاستعانة بعادل أو أمين أو البنة ده هنشوف الفترة اللي جاية الناس ممكن تقول لي طيب ما فيه محمودة عشور دخات 11 مطش 11 مطش في كاس الأمم أقول لك فيدر بريرا متضايق جدا من الهجوم اللي تعرض له من عدد من الحكام أبرزهم محمودة عشور في الظهور التلفزيوني اللي تم عاقب العودة من كاس الأمم الإفريقية وأعتقد الهجوم الحاد اللي حصل على بريرا ممكن يكون سبب من ضمن الأسباب اللي يتم استبعاد محمودة عشور عشان يكون موجود في مباراة القمة على تقنية الفار عشور ما بيحكمش لأن عشور أصلا لم يكتازل اختبار البدني فبيحكمش غالص مباراة الدوري ولكن بيتم الاستعانة به كحكم تقنية فيديو فالرؤية المتعلقة بالحكام اللي هيتم باختيارهم لمباراة نهائي كاس مصر خطة العمل أو المطبخ بيتفكروا فيها بالشكل ده إحنا بصفاتنا صحفيين يعني بنحول قدر إمكان نكلم مصادر كتير عشان نقدر نوصل للمعلومة يبقى عندنا صبق صحفي صبق إعلامي ممكن الحمد لله تبقى المعلومة سليمة بنسبة 8% من بدر بنتكلم على عشان لما تحصل يبقى احنا حطينا حضراتكم في الصورة قبل ما يتم الإعلان الرسمي كل ده في حال إذا كان طاقم تحكيم مصري هيدير مباراة القمة بريرا كان طلع قبل كده وقال أحد المسؤولين طلب مني قال لي ما تجيب حكم أجنبي بس هو رفض يقول مين اللي قاله وخلاص هو الرجل مش عايز يعلم مين اللي طلب منه ولكن هو ليه رؤية أن الحكم اللي هيدير مباراة القمة لازم يكون طاقم تحكيم مصر لكن اختياراته هتبقى ازاي أنا قلتلكو هو الراجل بيفكر بالشكل ده عرض على معاوني وأعضاء اللجنة الشكل ده ولكن هنشوف القرار النهاي النهاردة هل بنتكلم في عشرين اتنين المباراة يوم تمانية مارس الحكام غالبا هتسافر خمسة أو ستة مارس فهل بنتكلم بقى بالزبط حوالي من عشر إلى تلاتاشر يوم عشان يتم تأكيد الرسم ويبقى فيه كنفيرم ممكن سهل جدا في الفترة دي يحضر طاقمين طاقم أساسي وطاقم احتياطي ويخلصوا كل الإجراءات التأشيرة وتذكر الطيران وكل حاجة وفي الآخر ياخد القرار رسم ولكن أقول لكم ده إطار التفكير لأن صعب جدا مثلا يجيب محمود ناجي من بعيد في مباراة زي دي صعب جدا يجيب إبراهيم نور الدين لأن إبراهيم نور الدين أصلا ودي كانت مفاجأة بالنسبالي أثناء إقامة كاس الأمم الرجل عمل اختبار بدني في نادي النصر واستدعى إبراهيم نور الدين لهذا الاختبار الاختبار اللي حصل فيه مشكلة وكان فيه محمد الحنفي وعدد من الحكام وبالتالي إبراهيم نور الدين مجاش محضرش الاختبار فاسمعت أو وصل لي أن إبراهيم نور الدين الرجل مش هيسند ليه مباريات لغاية لما يكتزل اختبار البدن رغم أن إبراهيم نور الدين المفروض اكتزل اختبار ده في بداية الموسم ودخل القائمة الدولية لكن معلومات إن إبراهيم نور الدين بره مباراة القمة محمود البنة بره مباراة القمة الاختيار كان ما بين الثلاثة أمين وعادل ومعروف ولكن أمين آخر نهاي كاس عادل آخر نهاي كاس سوبر محمد معروف الرؤية تبتجه ليه وتم إبلاغه حضر نفسك عندك شغل في مباراة الأهل والزمالك في نهاي كاس مصر اللي هيتلاقب إن شاء الله يوم 8 مارس في مدينة الرياض وبالتالي كده احنا غطينا لحضراتكم الجانب المتعلق بسفر الأهلي إلى غانا وغطينا أيضا الجانب المتعلق به جدول الدوري واللي هيا يحصل في الساعات اللي جاية وكمان اتكلمنا على طاقم تحكيم مباراة نهاي كاس مصر بين الأهلي والزمالك نطلع لفاصل ونرجع عندي خبر هتكلم في تفاصيل مهمة قبل منتقل لآخر أخبار التريند أهلا بحضراتكم من جديد يمكن فيه خبر مهم جدا متعلق بلجنة الاستناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمكن على مدار منافسات كاس الأمم الإفريقية كان لجنة كان عندها اجتمعات عديدة جدا وظهرت مشاكل كتيرة جدا في منافسات كاس الأمماتش المغرب والكونغو ديمقراطية ظهرت أحداث في مباراة الكودفوار ومالي أثناء مباراة دور الستاشر حصلت مشكلة في مباراة السنغال والكودفوار فكانت الأحداث كتيرة والعقوبات الانضباطية اللي صدرت من اللجنة التأذبية كانت كتيرة جدا وعديدة لذلك دعا لجنة الاستناف أنها تجتمع كثيرا خلال فترة منافسات كاس الأمم وبالصدفة كده وأنا بتابع هذه القرارات وجلسات لجنة الاستناف كانت هناك أيضا جلسة استماع تمت للأهلي والهلال السوداني كلنا فاكرين في شهر خمسة الماضي كانت فيه قرارات صدرت من لجنة الانضباط بتغريم الهلال السوداني 10 تلاف دولار وتغريم الأهلي 120 ألف دولار على أحداث شهادتها مباراة الأهلي والهلال في دوري الأبطال العام الماضي الأهلي طاعن على القيمة المالية الكبيرة اللي صدرت من اللجنة التأذبية وكانت قيمتها 120 ألف دولار وكانت فيه جلسة استماع والمفاجأة بالنسبة لي كمان أن الهلال السوداني راح اشتكل الاتحاد الدولي وبعد ما طلع قرار من لجنة الانضباط طعن كمان على قرار الانضباط بتغريم الاهلي أمام لجنة الاستناف في الكاف وبالتالي لجنة الاستناف عملت كذا جلسة استماع على هامش منافسات كاس الأمم مع كذا مباراة تانية ويمكن الاجتماع اللي جاي حسب ما وصل لهو خلال ساعات أو خلال أيام على أقصى تقدير هيتم الإعلان أو هيتم التحديد الرسمي للقرارات اللي هتصدر في ثلاث مباريات وثلاث ملفات أولا في عقوبة أحد لعبي السنغيال اللي تعرض للكاف ببعض التفاصيل كده وهاجم الكاف في بعض التفاصيل المتعلقة بطاقم التحكيم وقالن الكاف يعني الأمور الإدارية عنده فيها مشاكل أمور التحكمية عنده فيها مشاكل مش عايزة أقول الكلام بالزبط عمان هو خد أربع مباريات ففي استناف أمام هذا القرار أو على هذا القرار أمام لجنة الاستناف فالمفروض لجنة السنغيال تاخد فيها قرار لعب منتخب مالي اللي كان هيتعد على محمد عادل خد أربع مباريات ففي استناف على هذا القرار من الاتحاد المالي وبالتالي كمان في استناف متعلق بالأهل والهلال السوداني لجنة الاستناف اجتمعت في الأيام اللي فاتت عملت جلسات استماع لكل المباريات دي وكان فيه جلسة استماع للأهل والهلال وخلال الساعات أولام اللي جاية هيصدر القرار الرسمي بخصوص طلب الأهلي بتخفيض الغرامة اللي هي 120 ألف دولار وطلب الهلال السوداني اللي أنا شايفه بصراحة مستغرب منه إنه هو شايف العقوبة المالية مش كويسة وعايز يبقى فيه توقيع عقوبات أكثر فانشوف الاستناف هياخد قراري إزاي في الفترة اللي جاية هو طبعا يبدو ان الهلال عايز يستأنف وياخد قرارات لغاية لما يوصل لأبعد مدى عموما هو حق لو عايز يكمل في هذا الشق وهذا الطريق ولكن الاتحاد الأفريقي شايف أن كل الأمور اللي كان بيطلبها الهلال السوداني في الفترات السابقة ليس لها محل من الأعراب ولا يوجد لها أي أسانيد ولا يوجد لها أي أدلة والخلافات اللي كانت موجودة والاشتباكات في الممر كان فيها اترافين وبالتالي على هذا الأساس تم تغريم الأهلي بصفة وهو منظم اللقاء بهذه الغرامة وتم تغريم الهلال أيضا بسبب بعض الخرقات اللي تمت خلال أحداث هذا اللقاء دي نقطة كان لازم أشرحها لحضراتكم عشان القرار اللي هيصدر في الآيام اللي جاية يبقى احنا عندنا فيدباك وتفاصيل عارفين اللي تم فيه الفترة الأخيرة ده جانب متعلق بهذا الموضوع طيب في جانب تاني متعلق به استعلاقات الأهلي لمباراة ميدياما الغاني يمكن أنا معايا عبر زوم باتريك أوكوتو باتريك أوكوتو هو المتحدث الرسمي لفريق ميدياما الغاني هو يكون معنا دلوقتي عشان نتكلم معايا في تفاصيل كتيرة جدا قبل الأهلي ما يسافر كماسي كيف يستعد ميدياما أجواء ملعب بابا يارو الحضور الجماهية لذلك في البداية برحب به مستر باتريك أوكوتو المتحدث الرسمي لنادي ميدياما الغاني مستر باتريك مسائل فل طيب لسه مش جاهز معنا طيب عموما ده الجانب المتعلق به مباراة الأهلي وميدياما الغاني المباراة تتلاقي على فكرة عن ملعب بابا يارو في مدينة كماسي استاد بابا يارو في مدينة كماسي على فكرة استاد من الملعب اللي تلعبت عليه مباراة كاس الأمم في غانا 2008 ومنتخبنا الوطن اللاعب عليه مباراة في كاس الأمم الإفريقية والأهلي اللاعب عليه قبل كده في التمرينات وخذ دورة أبطال إفريقيا لما كان بيواجه أشانت كوتوكو لما أشانت كوتوكو كانت في قمة المجد بطل غانا وقتها وكانت غانا وقتها من الأندية الغانية كانت من الأندية اللي هي بارزة بشكل كبير ومتقدمة بشكل كبير في دورة أبطال إفريقيا وكانت فيه منافسة قوية ما بين أشانت كوتوكو وكانون يا ويندي والأهلي وكان المأولين وكان في الزمالك كانت منافسات قوية جدا دخل في التسعينات التراجي التونسي في الألفية الجديدة دخل الوداد المغربي ما ننساش لما بنتكلم على غانا لو هنقول أشانت كوتوكو لازم نتكلم كمان على هارسوف أوك بطل غانا فكل دي فرق بالتأكيد كان لها بقى طويل جدا لكن ميدياما حديث العهد بالقرى الإفريقية وبالقرى الإفريقية السنة دي موجود في منافسة قوية جدا من المفاجآت اللي أعملها كسب شباب بلوزداد 2-1 رغم أن كان بلوزداد متقدم في النتيجة اللي عطل ميدياما نتائجه مع يانجي أفريكانز اللي اتنين عطلوا بعض تعادلات هنا وهنا فالتنين عطلوا بعض وده جي في صالح الأهلي على فكرة وفي صالح بلوزداد الجزائرية ولكن الأمور كلها في نادي الأهلي إن شاء الله في إيده هو يقدر يعمل نتيجة إيجابية بإذن الله في مباراة يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة طيب دي كانت أبرز الأمور لغاية لما نشوف بس لو فيه معنا اللزوم من غانا عشان نعرف أخبار فريق ميدياما وكيف يستعد لمواجهة الأهلي وأيضا أجواء ملعب تباير عموما في حال إنه هو أجيز معنا هنروح دلوقتي الأول لآخر أخبار الترند ونستعرض مع بعض اللي كتب فيه ترند الأهلي والبداية بترند الأهلي والترند المحلي والترند العلامة ولكن نطلع نتابع الأول آخر أخبار الترند من خلال اللي كتب في السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة طيب جلنا دلوقتي مستر باتريك أوكوتو الرئيس التنفيئة والمتحدث الرسمي لفريق ميدياما يلغان عشان نتعرف منه على آخر استعراضات ميدياما وملعب بابايرو لإستضافة الأهلي في مدينة كماسي يوم الجمعة المقبل مستر باتريك مساء الخير ألو جايز معنا مستر باتريك طيب أكيد هنكلمه عن تفاصيل متعلقة بمدينة كماسي اللي استعدادت لمواجهة الأهلي كيف يستعد لهذا اللقاء مستر باتريك أكيد أكتر جزء محتاجين نتكلم عنه الجزء المتعلق بملعب المباراة ملعب بابايرو هل الملعب هيكون فيه حضور جماهيري كامل العدد هل ممكن الحضور الجماهيري يكون بنسبة محددة يمكن فريق مدياما مش من الفرق اللي بتلعب في كماسي أو أقرى يمكن بتلعب في مدينة على الأطراف كده في شمال الغرب ولكن تم الاستقرار أن خلاص ملعب بابايرو تبقى لمعايير الاتحاد الأفريقي هو اللي هيصديف مباراة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا لذلك احنا كان مهم جدا عايزين نتكلم معاه عن آخر الأجواء هناك في كماسي درجة الحرارة أكيد الرطوبة والحرارة دلوقتي عالية تفغار بإفريقيا شفنا المنتخبات اللي بتلعب في كاس الأمم درجة الحرارة في غانا في الكاميرون في الكودفور في الكاميرون يعني كلها مشابهة لبعضها في التوقيت الحالي معانا للمداخلة وانا نروح لترند الآلي يا جماعة طيب أكيد محتاجين جدا نتكلم معاه في هذه التفاصيل لو مش جاهز يا جماعة خلاص نروح لترند الآلي عشان وقت البرنامج طيب نروح لترند الآلي ونتكلم فيه جانب مهم جدا متعلق بطلب خاص من كولر بشأن وسام بو علي وفكرة وسام بو علي جاهز لمباراة ميدياما ولا مش جاهز النهاردة الوطن قال ان تفاصيل خبر بتقول تلقى السويس لمارس الكولر صفعة قوية خلال اعداد لمواجهة ميدياما لمواجهة فريق بطل غانا وقالوا ان وسام تعرض لإصابة وإصابة جديدة في تدريب مبارح وكادمة قوية في قصبة القدم وبالتالي صعب جدا يكون موجود في التدريبات النهاردة وده يتوقف بس على الورم اللي هيجون في قصبة رجله هل يقدر يشارك ولا ما يشاركش أنا مش محتاج أرد ولا جاوب النهاردة شفنا التمرين وشفنا وسام موجود في التأسيمة مع ريدا سليم مع ياسر إبراهيم مع رامي ربيعة وشارك في تدريب الكامل وموجود مع الأهل في غانا يا جماعة التدريبات الطبيعي جدا يحصل احتكاكات في الملعب كل واحد بينافس وعايز يثبت وجوده فإحنا بنلعب لعبة فيها خشونة وفيها رجولة فطبيعي جدا يحصل كدمات وتحصل إصابات بسيطة لكن في النهاية ممكن تحطاه في إطار الإصابة إن بسببها اللعيب هيغيب لا لازم تستنى لليوم التاني اللعيب خد كدمة وخرج من التمرين هل كده اللعيب خلاص مش بسافر إطلاقا لازم تستنى لليوم التالي الكدمة أثرت بالسلب ولا بالإجاب الإصابة هل ممكن تبنى من المشارك ولا لأ هل يحتاج يعمل أشعة ولا لأ كل ده ما حصلش والنهارده اللعيب موجود في التدريب يبقى بالتالي بنضخم مسائل كتير جدا وأنا شايف الخبر بيتكلم على إن إصابة كبيرة ولحسب الورم ممكن يلحق ولا ما يلحقش النهارده وصنف التمرين بلاش بس الأخبار اللي بقى فيها بروباجندا أنا عارف لقطة التريند بتسحب ناس كتيرة لتفاصيل أعتقد لو نتمهل فيها 24 ساعة بس هنعرف نقيه بالمعلومة السليمة لكل سيدة المشاهدين حساب يلا كورة النهارده مصدر ليالا كورة كيف أرسل الأهلي القسط الثاني من المشاركة بالدور الإفريقي قيمة المكافأة حوالي مليون وسبعمائة ألف دولار تم تأسين قيمة المكافأة على ثلاث تقساط في قسط وصل من حوالي شهر ونص القسط الثاني وصل منذ أيام بقى قسط أخير قيمته 350 ألف دولار ودي قيمة جايزة الأهلي في دور السوبرليج سبورت 360 مصراب يقوله قبل السفر غدا إلى غانا لمواجهة ميدياما كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي يحضر مران الفريق وكاد معنا لقطات صوت وصورة واجتمع بدكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي المصر الرياضي بالأسماء كولر ينقلب على ثلاث نجوم في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكاس تدخل على الخبر تلاقي ايه بقى؟ إن المصر يوم بيقولك إنه كولر قلب على مين؟ محمود متولي أحمد عبدالقادر محمود متولي لسه في التأهيل في الجيم نهاردة كريستو في التأهيل وموجود في ملعب التيتش قدام كولر أحمد عبدالقادر في المراني الجماعي وممكن يكون موجود في الرحلة جاية لو هو جاهز بنسبة 100% فأي انقلاب الناس بتتكلم عليه بصراحة يعني التفاصيل ملاش علاقة بالواقع الوطن الرياضي بيقوله صفقة الموسم صراع بين الأهلي ومتصدر الدوري الألماني على نجم الأردن وكأس أسيا النجم الكبير يزن النعيمات اللي كان متعلق مع الأردن في كأس أسيا فيه كلام كتير قوي عليه ممكن يلعب في الأهلي ممكن يلعب في ألمانيا عموما هنشوف اللي يحصل الفترة اللي جاية ولكن يزن على فكرة دخل اهتمامات الشباب السعودي قدم 12 مليون ريال للتعاقد معاه فيه كلام بيتقال ان بايرلي فرقوزين كمان قدم 5 مليون دولار للحصول على خدمات نجم النشامة عموما ده هنشوف الفترة اللي جاية لانه كان نجم متعلق في كأس أسيا في قطر آخر حاجة في التريند الآلي من حساب الرسمي للمنتخب الوطني على الفيسبوك وتهنئة لإمام عشور نجم خط وسط النادي الآلي عيد ميلاد سعيد لإمام عشور كل سنة وانت طيب وتهنئة رقيقة جدا من الحساب الرسمي للمنتخب الوطن نروح للتريند المحلي والوطن الرياضي النهاردة قال كلنا عارفين ان الساعات الأخيرة شاهدت تعرض الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لوعقة صحية جديدة دخل المستشفى الفجر اتعلقت له محليل فالناس وبيتش عارفها هيئه الأسباب الوطن قال انه كان أكلة مكادش يعني سليمة وبسبب السندورشات دي اتعرض كده لوعقة صحية ألمته شوية عمل التسمم وبالتالي كان ضروري يخضع لعلاج طبيعي أو يخضع لعلاج في إحدى المستشفيات القريبة وكان معاه كمان الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب هو تعرض أو حسب ألم شديد في المعدة دي الرواية اللي موجودة في الوطن سبورت وبالتالي مكس حوالي أربع ساعات في غرفة الطوارق في إحدى المستشفيات طيب نروح نشوف الشروق بترد على هذا الكلام وقالي التفاصيل تانية خالص ويمكن كان ليه كده كلام مع زمينا محمد زاهر هو كاتب هذا الخبر في الشروق وكتب تفاصيل مختلفة ولما سألته قال لي لا القصة مش قصة أنه هو سندوتشات وأكله فزدة وتعرض لألم في المعدة القصة أن الكابتن حسن حسن وده اللي مكتوب النهاردة على عهدت الزملاء وعهدت الزميل محمد زاهر في جريد الشروق أن الفكرة أن حسن حسن كان عنده نازلة برد شديدة جدا ولما سافر اسماعالية اتعزم على وجبة سمك في حضوره وفي حضور إبراهيم حسن وأحمد دياب وعدد من أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطن فعنده برد وكان أكلت سمك فعلى ما روح بالليل تعب أكتر خد دواء عمله حساسية فتعب أكتر فاتنقل للمستشفى اتعملت له فحوصات وخد علاج وعلى طول اطمنه عليه وخرج لكن القصة ما كانتش إليها علاقة بالأكل عموماً ألف مليون سلام على الكابتن حسن وعشان أطمنكم أكتر النهاردة الكابتن حسن والجهاز الفني بالكامل موجود في مباراة سيراميكا كيليوبترا ولوكم المباراة بالزبط سيراميكا كيليوبترا والجونا اللي بدأت الساعة 4 وعلى فكرة الجونا دلوقتي متقدم 1-0 على فريق سيراميكا كيليوبترا يمكن دي أبرز النقاط اللي كنت عايزة أوضحها بخصوص الوعقة الصحية اللي تعرض لها الكابتن حسن طيب سؤال حلقة النهاردة اللي طرحناه في بداية البرنامج توقعاتكم لتشكيل الأهل في مباراة ميدياما الغني أحمد خالد بيقول أتوقع يبدأ بشوبير معلول منع مياسر هاني إمام عشور السلية أفشا كريم فؤاد قهربا ريدا سليم بتوفيل الأهل إن شاء الله وتكون البطولة الـ 12 بإذن الله نروح لناصر أتوقع من وجه التنظر تشكيل الأهل أميدياما مصطفى شوبير ياسر إبراهيم منعيم كريم الدبيس علي معلول ده انت عامل ألبان يا ناصر في التشكيل إمام عشور مروانة عطية طاهر حسين ريدا سليم قهربا وإن شاء الله نفوز 2-0 والله يا ناصر لو حصل هجيب التشكيل ده محمود بيقول شوبير هاني منعيم ياسر معلول كوكا إمام أفشا حسين طاهر مودس هو واقعي أكتر لكن التشكيل قبله ناصر كان شايف رؤية تانية مختلفة خالص عموما دي كانت أبرز الكواليس والأخبار والموضوعات اللي معنا النهاردة في برنامج الترين بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا الحلقة جديدة بإذن الله شكرا وإلى اللقاء